أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقد تحدثنا فيما سبق عن جانب من صفات اليهود والنصارى وما ذكر الله سبحانه وتعالى من انحرافهم وتحريفهم لكتبهم وخذلانهم لأنبيائهم وجاء في الآيات التي سبقت أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الميل وعدم اتباع أهواءهم وأنهم يتمنون أن يميل النبي صلى الله عليه وسلم ولو شيء يسير ثم يأتي الحديث الآن في هذا المقطع الذي سوف نتحدث عنه في هذا المجلس عن مسألة خطيرة وهي مسألة موالاة الكفار وحكم من يفعل ذلك وهي مسألة خطيرة الآن النبي صلى الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا يقول فاحكم بينهم بما أنزل الله يعني بين هؤلاء اليهود إذا جاؤوك ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق نهي واضح للنبي صلى الله عليه وسلم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ثم يقول بالآية التي بعدها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وكل هذه آيات واضحة أيها الإخوة تحذيرية بعدم الميل أو الطاعة أو التنازل بأي شكل من الأشكال يأتي الآن الحديث عن مسألة تولي هؤلاء والتولي أيها الإخوة هو النصرة لأن الولاية مأخوذة من النصرة والولي سمي وليا لشدة قربه من وليه ولذلك يسمون الولي هو المطر الذي يأتي سريعا بعد المباشرة يقولون هذا مطر وهذا ولي يعني جاء بعد الأول مباشرة كأنه ملاصق له فالله يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا وهذه من نداءات السورة بوصف الإيمان فكأن الذين يتصفون بهذه الصفة لا ينبغي لهم أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولا هناك احتكاك واختلاط بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى في مواطن كثيرة في العالم وجاءت هذه الآيات لكي تبين كيف يكون موقف المسلم في التعامل مع هؤلاء فيجوز للمسلم أن يتعامل معهم يتعايش معهم يتبايع معهم ويشتري معهم هذه مسألة لا تدخل في موضوع الولاية ولكن أن يتخذ المسلم اليهود أو النصارى أولياء يتولاهم من دون المؤمنين ويناصرهم من دون المؤمنين فهذا هو الذي ورد النهي عنه في هذه الآية فإذا كان يتولاهم ويناصرهم محبة لدينهم وبغضا للإسلام فهذا لا شك في كفره هذه واضحة لا تحتاج إلى تكلف ولكن الحديث حول من يتولاهم ويناصرهم لمصلحة دنيوية ولكنه في قرارة قلبه لا يحب إلا الإسلام ويبغض ماهم عليه فهذا الذي وقع فيه الخلاف والنقاش بين الباحثين هل يحكم بكفره أو لا يحكم بكفره ولا نحب أن نسارع ونتجرع على تكفير من يصنع ذلك بعينه ولكن لا شك أيها الإخوة أن في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه الشديد عن الموالاة أو التولي أو الميل أو اتباع هواهم أو أنه يفتتن بهم فيه تحذير شديد لأمته عليه الصلاة والسلام من أن يكون هناك أدنى تنازل في التعامل مع اليهود والنصارى من باب الموالاة والمناصرة وهذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة في أدهاننا جميعا ودعونا نقرأ الآيات ونتأمل فيها يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أي بعض اليهود والنصارى أولياء بعض بمعنى أن بعضهم ينصر بعضا على المسلمين وهذه تكاد تكون سنة مطلدة في التاريخ التعامل المسلمين مع النصارى واليهود أنه يجتمع النصارى واليهود دائما على محاربة المسلمين بل إن كل الطوائف الكافرة تجتمع على محاربة المسلمين حتى أهل الكتاب مع الملحدين والشيوعيين وغيرهم والسيخ والهندوس فإنهم كلهم يجتمعون على محاربة المسلمين وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ هذا الجزء من الآية هو الذي حوله النقاش لأن هل معنى قوله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يعني وَمَنْ يَتَوَلَّ مِنْكُمْ أيها المؤمنون اليهود أو النصارى بمعنى يتخذهم أولياء من دون المؤمنين فإنه منهم فإنه منهم في ماذا؟ في الكفر هذا يستدل به من يقول بتكفير من يفعل ذلك يعني من يأتي الآن هو مسلم ولكنه يناصر اليهود ويناصر النصارى على المسلمين ويحارب المسلمين مع النصارى ومع اليهود هل يحكم بكفره أو لا بدلالة هذه الآية؟ هناك خلاف منهم من يكفره ومنهم من لا يكفره لأن الله قال وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ والحقيقة أن الآية يعني تميل إلى تكفيره يعني فإنه له حكمهم ويأخذ حكمهم ولكن تبقى تنزيل الحكم على الآيان مسألة خطيرة تحتاج إلى تأني كبير ولا يقدم عليها إلا أهل العلم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فئة من المسلمين تنتسب إلى المسلمين ولكنها تحاول تبرير هذه العلاقة مع الكفار مع اليهود والنصارى بأنها مسألة سياسية وأنها مسألة دبلوماسية وأننا نحن نفعل ذلك مع اليهود والنصارى لأنه ربما تميل الكفى لصالحهم فإذا بنا لدينا خط رجعة كما يقولون فيقول الله سبحانه وتعالى هنا فترى الذين في قلوبهم مرض والمرض إذا أطلق في القرآن الكريم في مواضع خاصة في سياق النصارى والمنافقين نحوهم فإن يقصد به النفاق والكفر فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني يسارعون ويبادرون إلى مناصرة وتولي اليهود والنصارى يسارعون فيهم حتى تلاحظون في التعبير بقوله يسارعون فيهم إشارة إلى أنهم يعني مندمجين معهم في علاقها يعني وطيدة لذلك جاء التعبير بقوله يسارعون فيهم وفيه تدل على الظرفية كما تعلمون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة قد تنقلب الأمور وتصبح الغلبة لهؤلاء اليهود والنصارى فنحن نتخذ عندهم يدا قال الله سبحانه وتعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أي بالنصر وبالتمكين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وهذا يدل لي والإخوة على أن مسألة الموالاة ومسألة المناصرة مسائل جزء منها ظاهر وهو الموالاة والمناصرة الحسية وجزء كبير منها قلبي لا يعلم الإنسان بماذا في قلوب الناس لماذا يفعلون هذا مع اليهود والنصارى فيقول الله سبحانه وتعالى فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يعني على ما أسروا من النفاق وما أسروا من التكذيب وما أسروا من اتخاذ هؤلاء أولياء من دون المؤمنين ثم يقول الله ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ثم يأتي النداء أيها الإخوة الذي بعده فيقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هل تلاحظون معي أيها الإخوة كيف جاء الحديث بعد الموالاة عن الردة أليس في هذا إيحاء إلى أن الفعل الذي يفعله من يوالي هؤلاء اليهود والنصارى أنه قد ارتكب شيئا من هذا وهو الردة عن الدين فيقول الله سبحانه كأنه يأتي فيحدثنا عن ما هو حكم هؤلاء الذين يفعلون ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ما هي صفتهم قال يحبهم ويحبونه ويقول بعض العلماء ليس الغريب أنهم يحبونه لأنه هو المتفضل عليهم سبحانه وتعالى ولكن العجيب هو أنه يحبهم سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بمعنى أنهم مع إخوانهم المؤمنين ليني الجانب يوالونهم ويناصرونهم أعزة على الكافرين لا يرون منهم إلا المعاداة والشدة والحزم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم وهذه الآية فيها ضمان بأن الله سبحانه وتعالى حافظ لهذا الدين وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل سواء ناصرته أو لم تناصره هو سينصر دينه لكنه إذا لم ينصره بك فسينصره بغيرك فاحرص أنت أن تكون أنت الذي ينصر الدين وأن تكون من أنصار الدين ولذلك الله يقول كون أنصار الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاره إلى الله قال الحواريون الآية فالله يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ولاحظوا كيف يصفهم بوصف عظيم وهو وصف الإيمان ثم يقول من يرتد منكم عن دينه مما يشير أيها الإخوة على أن القلوب بين أسبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام من شاء أزاء الله يقول يا أيها الذين آمنوا فيصفهم بوصف الإيمان ثم يقول من يرتد منكم عن دينه يعني بالرغم من أنه يتصف بهذه الصفة الرفيعة ولكنه يقع منه هذا الفعل القبيح والشنيع وهو أنه يرتد عن الدين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إشارة إلى أن الله ضامن بأنه ناصر دينه وسوف يأتي بدل هؤلاء الناكصين المرتدين بالناصرين المؤمنين الصادقين المجاهدين المفسرون في كتب التفسير يتحدثون عن هؤلاء فيقولون يقصد بهم الذين آمنوا من الفرس أو الذين آمنوا من الأمة الفلانية ولكن الذي يبدو والله أعلم أن الآية عامة وأن الله سبحانه وتعالى يقول أن من يتخاذل عن نصرة دينه فسوف يقيض الله لنصرة دينه من غيرهم من يقوم برفعة دينه ولذلك التاريخ الإسلامي مليء بالشواهد عندما تخلى العرب قام الأكراد بالإسلام فخرج منهم أئمة وقاد عظام نصر الله بهم الإسلام نصرا عظيما صلاح الدين الأيوبي محمود بن سبكتكين نور الدين محمود عماد الدين زنكي كل هؤلاء أكراد فلما أيضا تخلت هذه الأمة نصره الله بالأتراك العثمانيين فنصر الله بهم الدين وانتشر الإسلام في أسقاع الأرض وانتشر الإسلام على يد الفرس والتتار فهذا مصداق لهذه الآية أنه إذا تخلت أمة من الأمم عن دينها وارتدت وتخاذلت فإن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين بأمة أخرى يأتون فينصر الله بهم الدين ويعزهم ويرفعهم بهذا الدين ثم يقول الله سبحانه وتعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم هذه الإشارة أيها الإخوة فيها معنى عظيم وهو أن الذين يجاهدون في سبيل الله يتعرضون للوم اللائمين وعذل العاذلين وأن هذه سنة ماضية يتعرض لها المجاهدون في سبيل الله في كل زمان فينبغي على المسلم المجاهد أن يكون موقناً بما عند الله سبحانه وتعالى ويصبر ويحتسب ويثبت كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مواطن كثيرة عندما ذكر الحديث عن الفئات المؤمنة عندما تتقابل مع الفئات الكافرة تعالوا خذوا مثلاً الحديث عن طالوت عندما ذكر الله سبحانه وتعالى جيش طالوت ثم عندما وصلوا إلى النهر انهزم كثير منه قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده قال فشربوا منه إلا قليلاً منه يعني أكثر الجيش رسب في هذا الاختبار قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه شف هذه الصفوة التي تجاوزت تعرضت لاختبار ذاني فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود مشكلة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هذه الصفوة من الصفوة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملكة والحكمة وعلمه مما يشاء يا سلام كل هذا جزاء للصبر شوفوا ثمرة الصبر يا مشايخ قال فأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء تجي عند مثلاً في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران عندما قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ثم قال وكأي يعني يا كثر القصص التي من هذا النوع وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير يعني حتى الجيش اللي معه ما هم ناس عاديين علماء ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ما استكانوا هذه ولا يخافون لومة لائمة وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخير فالشاهد أيها والإخوة الذي يسلك طريق الإيمان القرآن الكريم جاء واضح أنهم يتعرضون لأذى والابتلاء والعذاب ولمحاربة فجاءت التوجيهات صريحة وواضحة ليس فيها لبس ذلك قال الله في سورة العنكبوت أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا كذا بس وهم لا يفتنون لا يمكن هذا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال أمحسب الذين آمنوا أي في قوله سبحانه وتعالى أمحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى ما هم بالناس العاديين لا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني أبطأ عليهم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فالمسألة مسألة ليست فيها ما فيها كما يذكر أحد العلماء رحمهم الله في حفل تخريج بعض الدعاء في الجامعة الإسلامية قديما فقال في الاحتفالية قال أبشروا فإن طريقكم مفروش بالورود يقول الخريجين طريقكم مفروش بالورود في الدعوة إلى الله فقام الشيخ الشنقيطي رحمه الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فعلق عليه وقال أنا يعني أحببت أن أعلق على مقالة الشيخ الذي يقول إن طريقهم مفروش بالورود فأنا أقول هذا ليس صحيح بل إن طريقكم محفوف مفروش بالشوك وبالورود أيضا فالداعية والمؤمن في حياته مبتلى ويأتي البلاء على قدر إيمان الشخص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءا قال الأنبياء هم أشد الناس بلاءا وهم أكمل الناس إيمانا وهم أعلى الناس رتبة وهم أشد الناس بلاءا ثم الأمثل فالأمثل ثم يقول الله سبحانه وتعالى هنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سبحان الله العظيم انظروا إلى ختام هذه الآية مشايخ يقول يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ويذكر هذه المعاناة وهذه الصفات هذه طبعا صفات ليست في كل أحد وهذا يحتاج إلى صبر على البلاء ثم يصف هذا الصبر وهذا الابتلاء فيقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ثم يعقب فيقول أنا نهيتكم عن تولي الكفار واليهود والنصارى لماذا؟ لأن وليكم أيها المؤمنون هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ولا ينبغي للمؤمن أن يتولى إلا المؤمن وأن يكون في نفس الواحد مننا من الإيمان ما يمنعه من أن يتولى غير المؤمن ولا يحبه ولا يواليه ولا يميل إليه بقلبه ونحن في زمان يا أخواني زمان شبهات توزع علينا توزيع وتأتينا وتصلنا إلى إلى عقل دارنا ويراد لنا أيها الإخوة أن تزعزع هذه العقائد في نفوسنا بطريقها أو بأخرى ويريدون لك أنك تمشي وأنت بلا دين وبلا هوية فيقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ولاحظوا أيها الإخوة كيف يصف المؤمنين الذين ينبغي عليك أن تتولاهم بأنهم المؤمنون الذين يعملون بإيمانهم وليس مجرد أنهم يدعون الإيمان لأن فينا للأسف كثيرون يدعون الإيمان ولكنهم لا يصلون ولا يزكون ولاحظ حتى أنه يقول يقيمون الصلاة ثم يقول في آخر الآية ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهذه الآية من الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة وأن الصلاة مع الجماعة ليست ترف إن شئت أن تصلي مع الجماعة وإلا فلا حرج عليك لا قال يقيمون الصلاة ثم قال في آخر الآية وهم راكعون وأما من يدعي أنه مؤمن ولا يصلي مع جماعة المسلمين ولا يؤدي الفرائض التي افترضها الله عليه وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا اليوم للأسف أنهم يعني يدعون الإسلام ثم لا يصلون فينا أيها الإخوة من لا يصلي إلا يوم الجمعة وبعض الناس لا يصلي إلا كل جمعتين وبعضهم ما يصلي إلا في رمضان وبعضهم لا يصلي إلى العيد ويقول أنه مسلم فتأملوا وطابقوا هذا مع القرآن الكريم فتكتشف أنه لا ينطبق عليه وصف الإيمان ثم يقول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ لأنه قد يقول قائل المسلمون ضعفاء وموالاة المسلمين تزيدني ضعفا ما عندهم ممكانيات ما عندهم قدرات ما عندهم كذا ما عندهم كذا فيقول الله سبحانه وتعالى ردا على هذه الشبهة التي تثار كثيرا ويستشهد بضعف المسلمين على أن الإسلام ليس دين حق في زماننا هذا ويفتنى الناس عن دينهم بقوة المخالفين فيقول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يؤكد الله سبحانه وتعالى أن العاقبة لحزب الله وأنهم هم المفلحون ولكن السؤال هو ما المقصود بالفلاح وما المقصود بالغلبة هل من الضرورة أن الغلبة تقوم في الدنيا لا ليس بالضرورة يا أخواني أن المسلمين دائما ينتصرون في الدنيا قد تمر على المسلمين فتن كثيرة ويعيش ويموت وهو مهزوم ومغلوب على أمره ولا يستجب له أحد لذلك بعض الأنبياء لم يتبعهم أحد وهم أنبياء فلا شك أن دعوتهم حق ولكنه لم يستجب له ولذلك تأملوا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المروج وهذه آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وأين الفوز الكبير وهم هؤلاء قتلوهم جميعا فقال العلماء الفوز الكبير ليس هو الفوز في الدنيا أبدا الفوز الحقيقي هو في الآخرة ولذلك قال الله في سورة العمران فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز الحقيقي وقال في سورة سورة الحجر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هذا الفوز الحقيقي وهو الفوز الذي ينبغي أن نطلبه وليس الفوز الحقيقي هو الفوز في الدنيا الفوز الحقيقي قد يكون قد يفوز المسلمون في الدنيا وينصرهم الله سبحانه وتعالى ويمكن لهم ابتلاءا لهم وقد لا ينالهم شيء من هذا ويقتلون وهم مظلومين لكنهم يموتون على دينهم فيفوزون ولذلك قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها لنهار ذلك الفوز الكبير ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الوصف الفوز بالكبير إلا في هذه الآية مع أن الذين وصفوا به ماتوا قتلوا بسبب تمسكهم بدينهم ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لاحظوا يا أخواني المسألة كيف أن الله فصل فيها فينهانا عن موالاة الكافرين واليهود والنصارى ثم يحذرنا من فئة داخل الصف المسلم تحاول أن تبرر هذا التولي ويحذرنا ثم يقول ويحذرنا من الارتداد عن الدين ثم يقول الولي الحقيقي لكم هو الله ورسوله والمؤمنون ثم يرد على الشبهة التي تقول أن المسلمين ضعفاء الذي يتولاهم ينهزم قال لا ومن يتولى الله والرسول والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ثم يأتي فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء الآيات التي تقدمت فيها وضوح لكنه يريد أن يحرّض المسلم ويستثير في نفسه الغيرة الإيمانية ويقول له أنت يا أخي تفكر أنت هؤلاء يسخرون من دينك ويتخذونه هزواً ولعباً كيف تواليهم قد يقول قائل يا أخي ولكن هؤلاء الذين أو صاحبهم أو واليهم لا يفعلون ذلك بل هم يفعلون ذلك لأنهم يكذبون بدينك وهو قد جاءهم الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه يعني الآن المؤمن الحقيقي من أهل الكتاب هو مؤمن بالضرورة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ومما جاء فيه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام قال ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وش باقي أكثر من هذا التصريح فبالضرورة المؤمن الحقيقي بالتوراة والإنجيل هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تلقائياً كما صنع عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قال هذه صفته التي في التوراة وأسلم مباشرة أما الذي يكذب بهذا الدين ويزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام إله ويكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء كل الذين يتبعون النصرانية واليهودية في زماننا هذا أيها الإخوة فهم يكذبون محمد عليه الصلاة والسلام وماذا تريد أكثر من تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاءاً بديننا وسخرية منه هل بالضرورة أن يأتي كل واحد منهم ويصرح ويستهزي ويرسم النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزي به ثم يقول الله سبحانه وتعالى مشيراً إلى هؤلاء الكفار الذين يتولاهم بعض المسلمين قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هذه الآية ذكر القرط بفائدة فقهية فيها طبعاً تلاحظون نحن نتحدث عن مسألة عقدية صح؟ يقول الله لا تتخذوا هؤلاء اليهود والنصرى أولياء لأن من صفتهم أنهم يستهزئون بكم ويسخرون من دينكم ويكذبون بنبيكم وإذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا سمعوا صوت الأذان اتخذوه هزواً ولعباً وفيها إشارة أيها الأخوة إلى أن الاستهزاء بالدين أو بأي شعيرة من شعائره فهي كفر وهذه الآية ذكر القرط بفائدة فقهية قال هذه الآية هي أصرح آية في القرآن الكريم في الدلالة على مشروعية الأذان على مشروعية الأذان للصلاة لأنه قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ففيها دلالة على أن الأذان مشروع هذه الآية أصرح آية في القرآن الكريم في آية أخرى أشارت إلى الأذان في القرآن الكريم من يذكرها لي يا مشايخ؟ فضل حسنت نعم في سورة الجمعة يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لكن هذه خاصة بالأذان يوم الجمعة صح؟ لكن الآية التي في سورة المائدة هنا عامة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً وهذه من الأحكام التي انفردت بها سورة المائدة كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في كتابه الجامعة لأحكام القرآن قال اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ثم يلقن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حجته وكيف يسأل هؤلاء فيقول قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون يعني قل لهم يا محمد لماذا تسخرون منا أيها اليهود والنصار نحن آمنا بموسى وآمنا بعيسى وآمنا بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام أما أنتم فكذبتم بهم جميعاً وهذا تلاحظون في القرآن الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى قوم نوح فيقول كذبوا المرسلين صح وقال كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين طيب أصلاً قبل نوح من هم المرسلين هو ما فيه إلا نوح أصلاً فلماذا قال كذبت قوم نوح المرسلين قال العلماء لأن تكذيبهم لنوح تكذيب لكل أنبياء صح فكذلك هنا تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تكذيب للمحمد وتكذيب لعيسى وموسى الذين يدعون أنهم يؤمنون بهما لأن دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام واحدة فتكذيب واحد منهم تكذيب لهم جميعاً ولذلك أنت الآن لو آمنت بمحمد وبكل الأنبياء ولكنك لا تؤمن بأن عيسى نبي الله فأنت كافل لا يصح إيمانك وهذا كفر وليس كذلك فنحن نؤمن بكل الأنبياء ونؤمن بموسى وبعيسى وبإبراهيم وبمحمد عليه الصلاة والسلام ولذلك كتب أحد المشايخ من أظنه الشيخ محمد عبد رحمه الله أو غيره كتاباً عنوانه ربحت محمداً ولم أخسر المسيح فالمسلم مؤمن بمحمد ومؤمن بعيسى ومؤمن بموسى بالضرورة لكن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمن بعدهم فيكفرون بمحمد ولا يؤمنون به لأنهم لو آمنوا به لتركوا نصرانيتهم ودخلوا في الإسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء هل تنقمون منا يعني ما الذي دفعكم إلى كرهنا وبغضنا وماذا تنقمونه منا هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ولاحظوا أيها الإخوة كيف قدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن على الإيمان بالكتب السابقة لأنه هو المهيم عليها كما تقدم في صفاته في الآيات السابقة ثم يقول سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأظل عن سواء السبيل وهذه صفة اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأظلهم عن سواء السبيل وجعل منهم القردة والخنازير جزاء تكذيبهم ومخالفتهم لأنبيائهم فهؤلاء أظل مكانا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء اليهود هل أنبئكم من هو الذي يستحق الاستهزاء الحقيقي أنتم تستهزئون بنا وتسخرون منا وتسخرون منا إذا سمعتم الأذان قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أنتم يا معشر اليهود لأنكم قد وقع منكم أن الله لعن طائفة منكم وغضب عليكم وجعل منكم قردة وجعل منكم خنازير وجعل منكم من يعبد الطواغيت بأنواعها وهذا لا شك أنه دليل على غضبه سبحانه وتعالى على هذه الأم أولئك شر مكانا وأظل عن سواء السبيل ثم يقول وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون هذه صفة بعض المنافقين الذين كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ويبطنون الكفر ويذهبون إلى اليهود فيقولون إنا معكم إنما نحن مستهزئون ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون إنا معك محمد ففضحهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي غيرها من السور مثل سورة التوبة مثل سورة المنافقون فيها فضح لهذا النوع من الناس الذين كانوا يعيشون في المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة وكانوا أضر ولزالوا إلى اليوم على المجتمع الإسلامي من اليهود ومن النصارى ومن الكفار المظهرين لعداوتهم لأن هؤلاء المنافقون أو هؤلاء المنافقين يعيشون بيننا فهم يعني ينخرون الصف من الداخل فيقول الله يقول في صفتهم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به يعني أن الكفر ملازم لهم لم يفارقهم والله أعلم بما كانوا يكتمون لاحظوا في ختام الآيات أيها الإخوة وهذا كثير في القرآن الكريم والله عليم بذات الصدور والله عليم بما يكتمون والله بما يعلمون ونحو هذه الآيات هذه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه وهناك يعني كلمة جميلة قالها أحد العلماء يقول أنت تقرأ في كتاب من كتب البشر فتكتشف شخصية المتحدث من خلال كتابه تقرأ قصيدة من قصائد الشعراء فتعرف شخصية هذا الشعر وأسلوبه في الكلام وتكتشف يعني نوازع هذا الكاتب إن كان غضيب إن كان يحب إن كان يمدح إن كان يهجو واضح قال أما القرآن الكريم فهو كتاب لا تقف وراءه شخصية بشرية أبدا اقرأ القرآن الكريم من أول إلى الآخرة هل تجد فيه كلام محمد تجد فيه شخصية محمد نحن نعرف الحديث النبوي أليس كذلك نعرف إذا قرأ القارية مثلا في صحيح البخاري يعرف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وإلى آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه هذا نسج كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندما تأتي هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية في قوله سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني هذه أشياء ما يعرفها البشر هذا كلام الله ولذلك تجمع فيه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين هذا كلام الله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون هذا من علم الغيب نوحيه إليك وقال ولكن جعلناه نورا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عبادنا فأنظر إلى الفرق بين كلام الله ونسجه وبين كلام البشر وأعلاهم النبي صلى الله عليه وسلم مختلف تماما ثم تعال في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون هذا إشارة إلى بعض اليهود الذين يسارعون في أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل ثم يقول معاتبا للعلماء بني إسرائيل فيقول لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار يعني الملامة واللوم الشديد يتوجه إلى العلماء فيهم لماذا لا ينهونهم عن هذا الظلم وعن هذا السحت لكن لأنهم قصروا فعمتهم اللعنة وعمهم العقاب وعمهم الإثم فيقول لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وهذا في إشارة أيها الإخوة إلى أنه ينبغي على العالم والله يصفه هنا قال الربانيون والأحبار وتحدثنا في جلسة الماضية إلى أن الرباني هو العالم الذي يربي بعلمه فيجمع مع العلم التربية وأما الحبر فهو العالم فقط فالله يعيب على العلماء من بني إسرائيل أنهم لا يقومون بواجب النصيحة وواجب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بين قومهم ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى عن فئة مؤمنة من بني إسرائيل أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقال لهم الناس وبعض العذال والعاذلين يعني أنتم تضيعون وقاتكم بأمر والنهي لهؤلاء عن المنكر والله سبحانه وتعالى يعني لن ينفع بما تفعلون فقال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً يعني يتركوهم هلولا ضايعين هذولاً لولا نعم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يقوم به العلماء والأحبار والربانيون وأنهم هم أول من تنصب عليهم المسؤولية في هذا الأمر إلى هنا نتوقف في المجلس الخامس من هذه المجالس وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك